الثابت في سياسة عراق ما بعد 2003 أنها رهينة لاحتلالين يتقاسمان النفوذ بطريقة معقدة ومتشابكة بحيث لا حدود واضحة لخارطة نفوذ أحدهما على حساب الآخر فلا أمريكا أقصت الخصم الإيراني عن المشهد أو حجمت نفوذه في العراق وكذلك لم تبادر طهران إلى ذلك رغم تغولها في عصب الدولة العراقية الأمن والاقتصاد والموقع الجغرافي في العراق ثلاثة ملفات تدور حولها الخصومة الأمريكية والإيرانية لأن من يتحكم بهذه الملفات يثبت قدما راسخة في الشرق الأوسط فمن جهة يصبح أكبر المؤثرين في الملف الخليجي ومن جهة أخرى يضمن عدم خروجه من أي طبخة سياسية تحاك لسوريا المستقبل كما لا تغفل أهمية العراق بالنسبة للتأثير في العمق التركي وجعله ورقة ضغط أو تفاوض أو مناورة مع أنقراء في ظل تشابك المخططات وتهافت الدول الكبرى على رسم شرق أوسط جديد هذه العوامل تجعل العراق في قلب الصراع الأمريكي الإيراني ولهذا الصراع أو الخصومة مقاربة للحقيقة ارتداد على الواقع السياسي في داخل العراق تعمل هذه الأحزاب السياسية وهذه الكتل على استخدام كل الطرق والوسائل من أجل الحصول على ذلك بالتأكيد هذا يعطي أولوية للصراعات السياسية داخل البلد إذا أريد لهذه الصراعات أن تنتهي يجب أن يتخلى الجميع عن المطامع الشخصية والمطامع الضيقة وصولا إلى الأهداف السامية هي في النهوض بالعراق والابتعاد عن مراحل الخطر وينتج عن هذا التوتر سعي شركاء العملية السياسية إلى إرضاء داعميهم بكل السبل والوسائل وبالتالي بقاء مصلحة الشعب العراقي خارج حسابات هؤلاء الشركاء فيزداد الفقر ويتفاقم الإهمال وتكثر الاعتقالات وعمليات القتل والخطف في صفوف المطالبين بعراق وطني يولي مصلحة الشعب أهمية قصوى وينسلخ عن التبعية للدول الخارجية